الجيش الوطني يدحر ميليشيا الحثي من مواقع ومرتفعات حاكمة جنوب مأرب التحالف يعلن تدمير مواقع سرية مرتبطة بالقدرات النوعية للحثيين في صنعاء ومجلس التعاون يجدد دعوته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض حياكم الله تمكنت قوات الجيش الوطنية مسنودة بالمقاومة في معارك الساعات الماضية من تحقيق مكسب عسكري جنوب مأرب عقب هجوم واسع على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحثي الإرهابية فيما تتواصل المعارك العنيفة في جبهتي المشجح والكسارة غرب المحافظة وقال بيان عسكري إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تطهير مواقع ومرتفعات حاكمة جنوب مأرب وتكبيد ميليشيا الحثي خسائر فادحة من بينها اعطاب عربتين ومقتل وجرح من كان على متنهما من العناصر الحوثية في قصف مدفعي فيما دمرت غارات لطيران التحالف ست عربات بينها مدرعتين أفادت مصادر عسكرية في محافظة مأرب بمصرع قيادي حثي كبير في المعارك المحتدمة جنوب المحافظة وأكدت المصادر أن القيادي في الميليشيا محمد الحنمي الذي يشغل منصب قائد لواء الحسن قتل مع العشرات من المرافقين له في مأرب وينحدر القيادي الحوثي إلى مديرية بني حشيش في صنعاء وينتحل رتبة عميد وتعتمد استراتيجية المجاميع الانتحارية التي استوردتها الميليشيات الحوثية من إيران بالتغرير بالأطفال بأفكار إرهابية واستخدام المواد المخدرة للدفع بهم دون المحارق الحتمية رحيل القادة الأبرار باعثا للروح المعنوية لجميع الأحرار في مختلف الميادين وهذه التضحيات هي ضريبة النصر وأن سير القادة ستبقى مصابيح للنور تضيء طريق الحرية وتشعل جذوة الفداء في قلوب كل الغيورين وشرفاء صافحته عظمة صرواح وقبلت أقدام تضحياته رمال الجوف وشبوة والبيضاء وعانقته مأرب العنقاء وجبال الفرضة وكل شبر جمهوري في هذا الوطن قبل أن يترجل عن صهوة حياته محلقا بروحه الغراء شهيدا في سماء الله والشعب والوطن اللواء الركن ناصر علي عبدالله الديباني البطل الجسور والقائد الهصور رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع دافع عن القضية وتأسد منافحا عن عرين الجمهورية وطهر اليمن وقدسيته قبل أن ترتقي روحه الطاهرة وهو يقود معارك الشرف والبقاء ضد الغزو الحوثي الإيراني في جبل البلق الشرقي جنوب مأرب وإنا على فراق ناصر لمحزونون لسان حال أحرار اليمن وقلوبهم بعد سماعهم خبر ترجل الفارس الهمام والبطل المغوار المخلص لدينه ووطنه ومعركة اليمن والعرب المصيرية كما يقول الرئيس هادي في بيان النعي مؤكدا أن العزاء في رحيل الديباني يكمن بعزم اليمنيين على الانتصار لمشروعا وطنيا عاش له منتصرا ومات كي يعيش ومنذ انقلاب الميليش الحوثية على الدولة هب الديباني في مقدمة ركب المناضلين الصادقين ليعبد طريق التحرير برفقة ثلة الأحرار ورفاق درب التضحيات الخالدة أمثال الشدادي والوائلي والجماعي ومجموعة من أبناء الوطن وقادته الشرفاء الذين افتدوا الجمهورية بدمائهم وما يزالون وزارة الدفاع ورئاسة الأركان نعتا استشهاد رئيس هيئة العمليات الحربية الذي ذاد عن شرف الجمهورية وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وبصمات خالدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية ضاربا ومجسدا أروع الأمثلة في القيادة والجندية والتخطيط والقتال نائب الرئيس وسياسيون وقادة عسكريون وآخرون كلهم عبروا عن بالغ الحزن الذي سببه رحيل الذيبانية الذي نال بالموت مبتغاه غير أنه ترك أثرا بالغا من الألم في قلوبهم التي تطمئن بوجوده وأمثاله الصناديد مقارعين لظلام الإمامة رافضين إرهاب الروافض مقبلين على الموت لألا تدبر عن الشعب الحياة أعلن التحالف العربي اليوم تدمير أربعة مخازن سرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء في سلسلة هجمات جوية ضد أهداف مشروعة وأكد التحالف في بيان أن المخازن التي جرى تدميرها مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي مشيرا إلى تدمير كهفين جبليين أنشأتهما لتخزين الصواريخ الباليستية وأحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية آزال في صنعاء وكان التحالف قد أعلن عن حملة جوية لتحييد قدرات ميليشيا الحوثي من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع بعد ازدياد نشاطها في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية استشهد ثلاثة مدنيون وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم زرعتهم ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمالية البلاد وقال المرصد اليمني للألغام في بيان إن لغما مضادا للعربات انفجر بمركبة يستقلها مدنيون أثناء مرورهم في الطريق الصحراوي الواصل بين محافظتي مأرب والجوف وجاءت الحادثة بعد يومين من استشهاد وإصابة عشرة مدنيين بانفجار لغمين في حادثتين منفصلتين بذات المحافظة عبر مندوب دولة الهند في مجلس الأمن الدولي عن قلقه من أبعاد تصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا أن هناك انهيارا اقتصاديا كبيرا في البلد واستنكر خلال كلمته أمام المجلس أثناء عقاده استمرار هجمات الميليشيا الحوثي الإرهابية على مأرب وإطلاقه الصواريخ الباليستية على المناطق الأهلة بالسكان في اليمن والسعودية وأشدد على أن حالة تسرب الناقل صافر تمثل كارثة بيئية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوته لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية وميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا المجلس الأعلى ندد في بيانا صادر عن اختتام أعمال دورته الثانية والأربعين باستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 22-16 وأكد البيان ضرورة العمل على حفظ وحدة اليمن وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه معتبرا استمرار هجمات الحوثيين بدعم إيراني تهديدا للأمن الإقليمي داعيا إيران إلى الالتزام بمثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية مع منظمة العمل الإنساني البولندي لمشاريع دعم التعليم وتغطية الاحتياجات التعليميات الطارئة في مخيمات النزوح في محافظة مأرب وتهدف الاتفاقية إلى دعم المشاريع التعليمية الطارئة في مخيمات الست وبطحاء الميل وسائلة الميل ويأتي توقيع الاتفاقية في وقت يعاني الطلاب في مخيمات النزوح من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة حيث يتلقون تعليمهم في العراء وسط ظروف جوية قاسية شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل ريال اليمني صباح اليوم ارتفاعا جديدا حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1380 ريالا للشراء و1398 ريالا للبيع في حين سجل سعر صرف الريال السعودي 360 ريالا للشراء و365 ريالا للبيع وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه سعودي طويل المدى دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية وغياب دور البنك المركزي وفشل السياسات المالية ويتكبد المواطن معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات في ظل انهيار القطاعات الخدمية الرئيسية أفرجت ميليشيا الحوثي عن الصحفي الرياضي ماجد ياسين بعد ثلاثة أسابيع من اختطافه في محافظة إب دون أي تهم موجهة إليه وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت المسؤول الإعلامي لنادي اتحاد إب في 24 نوفمبر الماضي عقب عودته رفقة فريقه من مدينة سيئون بعد اختتام دور الدرجة الأولى وتأتي ممارسة الميليشيا بحق الصحفيين الرياضيين في إطار سياستها الممنهجة لوأد الأنشطة الرياضية وتدمير البنية التحتية من ملاعب وصالات رياضية وتخصيصها للاستخدام لأغراض عسكرية استطاعت الكرة اليمنية أن تخلق فرحة في قلوب اليمنيين بعد سنين من الوجع فوز منتخب الناشئين بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا وحد مشاعر كافة الجماهير في مختلف المحافظات في صورة بهيجة تعكس طوق الشعب لفرحة تعيد لروحه الحياة من جديد تميت الحرب القلوب وتحييها الكرة اليمنية الفرحة تزور اليمنين من جديد بعد غربة طالت حتى ظننا أنها لن تعود ظلمت السياسة اليمنين طويلة وقهرهم الاقتصاد كثيرا وها هي الرياضة تطبطب الجراح وتغمر البلد سعادة وبهجة منتخب الناشئين بطلا لكأس غرب آسيا وبطل اليمن الأول الذي يصل به إلى هذا المستوى بعد أن كان حلما يصعب تحقيقه والحلم صار حقيقة والله نشكر المنتخب اليمنيين على الأداء هذا الجميل وعلى اللعبة الجميل وعلى أخذ البطولة أداء روعة فوق الخيال ونشكرهم أيضا على إفراح 30 مليون ورسم الإبتامة على كل وجه وعلى كل طفل وعلى كل إمرأة في بيوتنا المنتخب الناشئ لليمن ابن هذه الظروف عاشها لسنوات وأخذ منها قسوتها واليوم يردها عليها بفوز كبير والفوز الأكبر هو التلاحم الشعبي الحاضر انتصر الصغار لليمن بعد أن عجز الكبار والانتصار الحقيقي يوم تعود للشعب كرامته وحقه في أن يعيش عزيزا بعد شقائه الطويل لقد صنعوا فرحة 30 مليون لقد توحدت جميع قلوب اليمنيين وتحيالي يمن وبالروح بالجنب نبديك يا يمن يا لها من مواساة لشعب جريح صورة بهيجة رسمها المنتخب من لاعبين وطواقم فنية وإدارية زهود متكاملة توجت نهايتها بفوز ثمين فرحة عارمة تعم الشارع اليمني في هذا العرس الرياضي البهيج ورسائل شكر موجهة للمنتخب الوطني للناشئين بعد أن رفع اسم اليمن عاليا ودعوات للحكومة من أجل الاهتمام بهذا المنتخب وتنشئته وتقديم الدعم والرعاية الكافيين له خلال الفترة المقبلة في هذا التقرير نصل إلى ختم النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الجيش الوطني يضحر ميليشيا الحوثي من مواقع ومرتفعة حاكمة جنوب مأرب التحالف يعلن تدمير مواقع سرية مرتبطة بالقدرات النوعية للحوثيين في صنعاء ومجلس التعاون يجدد دعوته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض شكرا لطيب المتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة